سلام عليكم أسعد الله أوقاتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجميع بخير وصحة وسلامه وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم وصالح أعمالكم قصة اليوم قصة من أشهر وأغرب وأجمل قصص النصب والاحتيال يعني طبعاً نحن لما نقول أجمل قصص النصب والاحتيال نحن لا نشجع على هذا الأمر ولكن من خلال الحبكة والطريقة اللي نصبوا فيها هؤلاء الأشخاص يعني طريقة محترفة جداً هؤلاء الأشخاص كانوا مقيمين هم شخصين مقيمين في أحد دول الخليج أو في المملكة العربية السعودية لمدة ست سبع سنوات ومتقنين للهجة الخليجية السعودية بشكل مطلق يعني حتى لو أنت من أبناء المملكة العربية السعودية أو من أبناء الخليج من الصعب جداً أنك تقدر أنك تعرف هذول الأشخاص هل هم سعوديين أم سوريين أو يعني درجة الإتقان عندهم للهجة بالإضافة إلى أن هذول الأشخاص هم من أبناء القبائل والعشائر هم بدوا يتكلمون اللهجة البدوية بالأصل وعندهم خبرة واسعة على هوا القصة هذول يتميزون بخبرة واسعة بالنصب والاحتيال هذول الأشخاص هم شخصين شخص اسمه عبد الله ومحمد من سكان الجزيرة السورية واحد من الرقة واحد من دير الزور هذول الأشخاص الشيخ محمد والشيخ عبد الله مثل ما قلنا أنهم مقيمين إلى فترة طويلة في دول الخليج ومتقنين للهجة الخليجية قبل ما نبدأ في القصة بارك الله فيكم أحب أذكر الإخوان والأخوات باللايك للفيديو لأنه اللايك مهم جداً يصدر ويرفع الفيديو بارك الله فيكم والاشتراك وتفعيل زر الإشعارات لتصلكم كل قصصنا القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى القصة تبدأ أنه هذول الأشخاص مخططين لهذه العملية وجاءوا إلى العاصمة السورية دمشق ونسقوا مع أحد الأشخاص زميل لهم موجود في المملكة العربية السعودية وطبعاً هم موجودين يعني القصة هاي حصلت في عام 2007 اتصلوا مع الشخص الموجود في السعودية وقالوا له تتصل لنا على أرقى الأوتيلات أو الفنادق في العاصمة السورية في أفخم الأوتيلات وتحجز لشخصين قادمين غداً من المملكة العربية السعودية وأيضاً أنهم قادمين من المطار بعض الأشخاص يقول ليش ما تذكرون أسماء الفنادق أو تذكرون بعض الأماكن لأنه في كثير شغلات ممنوع أنها تتكلم فيها على اليوتيوب لأنه يعتبر بمثابة دعاية أو إعلان لهذه الأماكن وفعلاً هذا الشخص اتصل في الفندق وحجز لشخصين قادمين من المملكة العربية السعودية غداً مساءً وحتم حجز جناح لهم وفعلاً هذول الأشخاص في اليوم الثاني راحوا على المطار مطار دمشق واتصلوا بسيارة لومزين سيارة فخمة جداً وفاخرة ومهيئين أمورهم إلى يعني بدرجة احترافية ركبوا بسيارة لومزين وجووا على هذا الفندق بكامل الكشخة السعودية الخليجية من شماخ من بشت من ثياب من يعني أشياء كلها فاخرة ولا تقدر أنك تقول لهذول الأشخاص أنهم مهم خليجيين وبالفعل لما وصلوا على الفندق أخذوا جوازاتهم وسجلوا أسماءهم وكذا أسماء يعني جوازات سفر سعودية حقيقية وأمور تمام التمام وقالوا للاستقبال في الفندق أو لإدارة الفندق ترى لا تزعجونا إحنا جايين من سفر وتعبانين لا حدا يزعجنا ويتصل علينا وخدمات فندق ومعرف إيش فإلا إذا إحنا اتصلنا وفعلاً ما أزعجهم الفندق أبداً نهائياً هذا الأوتيل ولا اتصل لهم وفي اليوم الثاني كالعادة يعني طلبوا طعام وكذا وفطور إلى آخره وطلبوا من الفندق مرشد سياحي مشان أنهم يتجولون في العاصمة السورية وفي أرياف وكذا يعني يشوفون العاصمة السورية دمشق وأنه هما ما يعرفون يعني هما جايين سياح وما يعرفون بدهم مرشد سياحي وبالفعل أمن لهم الأوتيل يعني هاي من الخدمات اللي قدمها الأوتيل خدمات مدفوعة طبعاً جاب لهم مرشد سياحي وطلعوا هما والمرشد السياحي يتجولون في العاصمة السورية دمشق وكان التعامل طبعاً خطواتهم كلها مدروسة هذولا الشخصين كان التعامل بالريال السعودي يعني هما ما عندهم عملة سورية نهائياً عندهم عملة ريال سعودي وكانوا سخيين جداً يعني أي شيء يشترون وأي كذا يعني إذا شغلوا بخمسمائة يدفعون سبعمائة وخمسين يدفعون ألف ما في مشكلة المرشد السياحي هذا يعني أجاروا مثلاً خلينا نقول عشرة آلاف يعطونه خمسة عاش ألف عشرين ألف كل الأمور مدروسة باحترافية مشان ما يخلون ولا يدعون أي مجال أنه حدا يشك فيهم لأنه هذا المرشد السياحي متعامل مع الأوتيل فإذا شك أو يعني بأي شيء أكيد رح يخبر للأوتيل أنه هؤلاء الأشخاص غير مزبوطين مهم نظاميين يعني وفعلاً الأمور تمام ثالث يوم قالوا للمرشد السياحي ودك تودينا على أفخم معرض أو محل مجوهرات في العصم السوري دمشق وبالفعل تم التنسيق بين المرشد السياحي والأوتيل هذا وبين هذول الأشخاص وأخذهم المرشد السياحي إلى أفخم المعارض معارض المجوهرات أو محلات المجوهرات في الشام ودخلوا إلى هذا المعرض وأوكي تمام وصاروا يتفرجون وكذا وطلبوا يعني عقد ألماس غالي جدا وقالوا الشيخ محمد يقول لصاحب المعرض الشيخ عبد الله وده هدية راقية اطليق بمقام خطيبته وده يهدي طوق من الألماس لخطيبته ودنا يعني شيء راقي جدا صار يفرجيهم هذا صاحب المحل صاحب المعرض يفرجيهم البضاعة الموجودة عنده فما عجبهم شيء طبعا هذا الأمر مدروس فصار أيضا يعني هذا اللي في المحل صار يجيب بضاعة من المحلات الثانية من المعارض الثانية يفرجيهم لعله عسى أنه يعني يمسكهم أو يقدر يعني يبيعهم ومشان يتربحوا لأنه الشيء اللي طالبين وغالي جدا فقالوا لو الله إحنا كنا متوقعين أنه نشوف يعني بضاعة أحسن من هيج وإحنا سمعنا عن هذا المحل في الخليج بس ما لقينا اللي ودنا إياه فقالهم صاحب المحل ما في مشكلة يعني إذا في شيء معين ببالكم نصنع إحنا نسوي يعني بس مو إذا تفرجونا يعني مثلا مصدرة أو أي شيء يعني عن هذا اللي ودكم إياه أما الشباب الثلاث ثلاث أطواق هم راسمين عليهم لأنه سعرهم غالي يتروح سعرهم ما بين يعني حوالي تسعمائة ألف دولار إلى مليون دولار سعر هاي الأطواق فلما شافهم صاحب المحل قال أوكي ما في مشكلة إحنا نأمنهم نأمن إرسوا على واحد من هذول الثلاث وإحنا نأمنوا نصنعوا بس ودنا شوية وقت يعني إذا ما في مشكلة عندكم بالوقت قالوا له ما في مشكلة يعني يومين ثلاث أربعة يام ما في مشكلة بس أهم شي تكون يكون الشغل مرتب وبضع نظيفه قال أوكي ما في مشكلة بس يعني بما أنه فتنا على المحل مو حلوة نطلع وإيدنا فاضية فجبت عينهم على خاتم من الألماس خاتم ذهب ومرصع بالألماس ثمن هذا الخاتم حوالي يعني أربعين ألف ريال سعودي قال مو حلوة يعني نطلع إحنا من المحل يعني كبداية تعارف وكذا بادرة خير يعني لازم يعني نشترينا شي وفعلا اشتروا هذا الخاتم وبدل الأربعين دفعوا خمسين ألف دفعوا خمسين ألف ريال ثمن هذا الخاتم وراحوا على الأوتيل والأمور تمام لحد الآن ما في لا نصب ولا في احتيال والأمور ماشي تمام التمام بس حاب أذكر الإخوان والأخوات باللايك للفيديو والاشتراك اللي ما اشترك لحد الآن بارك الله فيكم لحد الآن الأمور تمام وطبعا عبد الله الشيخ عبد الله والشيخ محمد كانوا متبعين مثل ما قلنا السخاء وعدم التدقيق على المبالغ اللي يعتبرونها أنها يعني إفراطة الألف والألفين ريال وثلث ألف ريال أمر عادي جدا في اليوم الثاني أو الثالث اتصلوا أيضا طبعا هم أخذوا الشيخ عبد الله أخذ رقم هاتف المعرض هذا محل المجوهرات وهم أخذوا رقم تريفونه مشان التنسيق أو إرسال كتلوكات وهذه الأمور مشان الطوق هاردهم يصنعونه لأنه يعني لازم يصنع بدقة وحسب طلبهم هم اتصلوا قبل بيوم من جهوزية هذا الطوق اتصلوا على المعرض وقالوا ودنا نفس الخاتم اللي أخذناه بنفس المواصفات ونفس القياس وإذا في مجال إذا ما فيها سألة يعني إذا أمكن تبعثونا الخاتم مع أحد الأشخاص للأتيل أو الفندق فأخذوا علوان الفندق فالأمور هاي كلها مدروسة يعني مشان يأمن صاحب المحل المجوهرات أنه أوكي جماعة أمورهم تمام ومقيمين في الفندق الفلاني وكذا أمورهم تمام التمام وفعلا أرسلوا خاتم مع أحد الأشخاص وجاء هذا الشخص جاء بلهم الخاتم ثمن وخمسة واربعين ألف ريال وحسبوا لهذا حسبوا الشخص بالريال السعودي وأعطوه بخشيش الفين ثلاثة آلاف ريال مشان يوطدون العلاقة ما بين الأشخاص هذول الرايحين جايين يجيبون كتلوكات ويروحون ومشان يتم العملية بنجاح لحد الآن الأمور أيضا تمام التمام وما في أي مشكلة يوم اليوم اللي تم الاتفاق عليه أنه تم تسليم وتجهيز هذا الطوق مثلا التفقيل هما في الساعة الثامنة مساء أو التاسع مساء خلينا نقول عبدالله الشيخ عبدالله والشيخ محمد شنو سووا اتصلوا بإدارة الفندق وطلبوا دكتور قالوا أنه الشيخ عبدالله تعبان شوي يمر بوعكة صحية وبحاجة إلى طبيب أمن لهم الأوتين دكتور طبيب وفعلا جاء الطبيب يكشف على الشيخ عبدالله سوى حاله أنه أنه مريض وكذا وحرارة ما بعرف إيش فكتبلوا بعض الأدوية الدكتور وغادر الدكتور اتصلوا عليهم جماعة محل المجوهرات وقالوا يعني الطوق شبه راح يجهز مشان الموعد قال أوكي احنا ما في مشكلة تحبون تجون لهي نحب احنا نروح نجي لعندكم ما في أي مشكلة بس الآن احنا في عنا شغلة عنا الشيخ عبدالله تعبان شوي يمر بوعكة صحية وجبنا له طبيب اذا تحبون تنتظرون البكرة او اذا صح صح شوي يدك الشيخ عبدالله ممكن نجي فقالهم اذا صاحب محل المجوهرات اوكي ما في مشكلة بس يجهز احنا نجي لعندكم ما في أي مشكلة واسأل الشيخ محمد صاحب محل المجوهرات هل انت ودك الفلوس ودك اياها مصاري كاش ولا ودك اياها شكات فقال لا احنا ودنا مصاري كاش ما نتعامل بشكات كاش افضل فقالهم اوكي ودكم كاش ودكم شكات احنا موجود عندنا اثنين اللي ودكم احنا جاهزين وفعلا جاء جاء صاحب محل المجوهرات وجايب معاه الطوق هم منسقين لهالامور ودهم يجيبون صاحب محل المجوهرات على الوتيل لانه اذا ما جاء صاحب محل المجوهرات وجاب الطوق على الوتيل ما يستفيدون شي ولا تتم العملية هذه ابدا جاء صاحب محل المجوهرات وجايب الطوق معاه وفات على الجناح جناح الشيخ عبدالله والشيخ محمد والامور تمام فرجاهم الطوق اتصروا الآن بالشخص الموجود في السعودية اللي هو اللي كان ينسق لحجز لهم في الوتيل وكذا فصاروا يعطونه مواصفات الطوق اللي صنعوه فكان قيل لهم هذا الشخص انه الطوق هذا باحسن حالاته باحسن الحالات ممكن انه سعره ما يتجاوز الثمانمية ثمانمية وخمسين الف دولار فهذا صاحب محل المجوهرات ايضا حاطب باله انه يعني مغلي السعر عليهم حوالي مية وخمسين الف دولار ودي يلطشهم كمان هو مية وخمسين الف دولار فصار رعب شيخ محمد يقول للشيخ عبدالله يعني غالي شوي وكذا وناخذ وما ناخذ فعبدالله شيخ عبدالله قالوا لا يعني مو حلوة احنا صارنا اربع خمسة ايام او اسبوع واحنا والجماعة يجهزون ويشتغلون وكذا فمو حلوة منه يعني اوكي فرق السعر هذا ما في مشكلة يعني وبالفعل اخذوا الطوق وفتحوا شنتة المصاري الفلوس اللي فيها خمسة مليون ريال سعودي ودفعوا صاحب محل المجوهرات ما يقارب ثلاثة مليون ونص ريال سعودي اللي هني يساون مليون دولار في هذاك الوقت اوكي ازلما ضب مصاري ودو يمشي يلا خلينا نمشي لا وين تمشي ما تمشي لا احنا مساويين عشة على شرفكم اليوم ولازم نتعشة ما تروحون وفعلا طلبوا العشة عشاء فاخر جدا وبلشوا ادارة الاتيل يجيبون يقدمون الطعام السفرة هذي الفاخرة الشيخ عبد الله نزل طبعا باللحظات هذي نزل ومعه الطوق نزل تحت على الباركينج تبع الاتيل وما في كمان اربع خمس دقائق او عشر دقائق كمان الشيخ محمد لحقه وكان في انتظارهم سيارة تحت اللي ينتظرهم اللي هو الشخص هذا اللي كان ينسق معاهم وركبوا سيارتهم وقالوا الله طبعا الثلاثة مليون ونص تقريبا ريال هذول عملة مزورة عملة سعودية مزورة وتزويرها بشكل احترافي ما تقدر تعرفها يعني إلا المختصين في هذا المجال والخمسين ألف اللي دفعوها حق أول خاتم كانت خمسين ألف ريال حقيقية والسبعة واربعين ألف وثمانية واربعين ألف اللي دفعوها حق الخاتم الثاني أيضا كانت ريالات حقيقية ممزورة أبدا والمصالي اللي كانوا يصرفونها مع المرشد السياحي واللي دفعوها للأوتيل والأمور هاي كلياتها كانت المصاري هاي كلياتها الفلوس الريالات كانت ريالات حقيقية طبعا هما يعني في مثل يقول الواحد يطعم التسعة لحتى يكل عشرة فهذول فتوا هاي الألفات من الريالات لأجل يضربون ضربتهم أتشبيرة يعني دفعوا ما يقارب حوالي ممكن أنه يعني نقدر نقول مية وخمسين ألف ريال مقابل أنهم حصلوا على طوق من الألماس يقدر ثمنه بحوالي ثمانمية وخمسين ألف دولار أو يوصل ممكن يوصل ثمنه إلى مليون دولار الآن نرجع إلى صاحب محل المجوهرات اللي انتصب عليه فبعد شوي يعني بعد ما تلعو تعشع ويشوف ما فيه لا شيخ عبد الله ولا شيخ محمد نزلوا تحت يسألون عليهم إدارة الأوتيل يتصلون على الرقم ما فيه الرقم صار خارج التغطية اكتشفوا أنه أيضا الفلوس هذه الريالات مزورة قالوا لهم إدارة الأوتيل أنه جوازات هاي الأشخاص هذول الشخصين موجودة عنه وبياناتهم عنه وينهم يروحون ممكن حصل أنهم ضرف أو كذا فلما شيكوا على الأسماء هذي طلعت الجوازات مزورة جوازات سفرة مزورة اتصلوا بالمطار يسألون عن هذول الأشخاص أيضا اكتشفوا أنه ما فيه حدا بهذه الأسماء داخل إلى سوريا خلال الفترة الماضية وهذول الأشخاص غير متواجدين في سوريا أصلا وأسماءهم غير حقيقية هنا تشل أصواب صاحب محل المجوهرات وكانت هذه نهاية القصة الأولى أما القصة الثانية فهي من المملكة العربية السعودية لشخص ينقال له أبو عبد الله أبو عبد الله هذا رجل إنسان محترم إنسان خلوق رجل موظف الحال على القد تعرفون أنت والموظفين بشكل عام يعني يا دوب يطلعون هما آخر الشهر يطلعون هما والراتب صحاب يعني يا الله يضبطون حالهم وبعض الأشخاص إذا كانت رواتبهم شوية عالية كمان تكون أمورهم كويسة إلا إذا كان هذا الموظف يعمل عمل ثاني بعد الوظيفة مثل ما تعرفون وكثير من الموظفين يشتغلون بعد الدوام الرسمي يشتغل عمل ثاني بعد الوظيفة الرسمية المهم أبو عبد الله هذا متزوج من أم عبد الله ويعني أيضا أم عبد الله ربة منزل تشتغل بهالبيت ولكن أم عبد الله من النساء اللي ينظر فيهن المثل يعني مدبرة منزل بكل ما تعنيه الكلمة مدبرة مدبرة مو بس تطبخ وتنفخ لا أم عبد الله يعني أبو عبد الله أول ما يقبض راتبو ياخذ منه جزء بسيط والقسم الأكبر يعطيه لأم عبد الله اللي هي تخبي قسم منه وتوفره على الجنب والقسم الثاني بعض حاجيات البيت والأمور هذي اللي يحتاجها البيت ويحتاجونها الأطفال طبعا بالتشاركية مو لحالها يعني وهاي الزوجة كانت تتبدي كثير من الشغلات الأساسية اللي يحتاجها المنزل على المكملات يعني الطلعات والطشات والكذا والأمور هذي يعني تستغني عنها أم عبد الله في كثير من الأحيان الأجل أنه يوفرون بعض الأمور الأساسية للبيت المهم أبو عبد الله هذا عنده هواية هواية غريبة وهاي الهواية كان يصرف عليها جزء كبير من راتبه هوايته اللي هي طيور الزينة يعني عنده هو ساكن على الطابق الثاني ومسويله قفص فوق على الطابق الثاني هذا تقريبا يطلع له ثلاثة بثلاثة أو ثلاثة بأربعة غرفة صغيرة وحط بهذه الغرفة الطيور الزينة اللي يجمعها من بلابل من عصفير من ببغوات من يعني هاي أنواع الطيور الزينة اللي هي تكون نادرة شوي وطبعا طيور الزينة هذه أسعارها موهينة يعني في بعض الأنواع يوصل أسعارها إلى يعني مئات وألاف الدولارات وبعض الناس ممكن تستغرب من هذا الموضوع المهم الهواية هذه كان أبو عبدالله لما يخلص من الدوام وكما هو الحال لكل الناس اللي يحبون طيور الزينة كان بس يخلص من دوام ويرتاح له شوي أو يطلع هالعصرية على السطح ويقعد يتفرج على هالطيور هذه يحب الطيور إلى درجة كبيرة البلابل هذه والحمام أنواع الحمام الغريب النادري يعني مو الحمام البري هذا اللي طير وكذا لا حمام شكل يكون حلو بلابل تكون نادرة يعني هالنوعيات هذه وهو عنده هواية بهذا الموضوع يحب كل فترة يروح يشتري كل فترة يجيب لها علاف يجيب لها طعام يجيب لها أدوية يجيب لها كمان هاي العصفير بحاجة إلى عناية شديدة لأنها حساسة جدا وتروح الأيام وتجي الأيام وأبو عبدالله كان يتعرض الكثير من أنه الناس تقول له يا عمي أنت ضيع وقتك ضيع كثير من الفلوس على مشترات بعض أنواع من الطيور هذه لأنه بعض أصدقاء أو أقارب يروحون معاه لما يروح يشتري فلما يشوفونه يحط بعض المبالغ على هذه الطيور يقول له يا أبو عبدالله أنت ما أنت صاح تحط هالمبالغ هذه في شيء أبدأ من هالأمور أنت شنو عقلك لحتى تدفع ولنفترض جدلا ألف ريال أو ألفين ريال أو ألفين ريال أو ألف ثلاث ريال حق عصور يعني مثلا فما كان يرد وكان يتعرض لهالانتقادات هذه بشكل مستمر يا عمي أنت مضيع فلوسك أنت مضيع كذا وهو حاب هالهواية ما أراد على حد كل يوم بعد هالدوام مثل ما قلنا يطلع يتصبب على هالطيور هذه وكانت أم عبدالله بين الفترة والثانية يعني اطلع لها فنجال قهوة اطلع لها شاي اطلع لها عصير وتقعد مع أبو عبدالله فوق يتفرجون على هالطيور هذه ويطعميها ويدير باله عليها وكذا إلى أن في يوم من الأيام قالت لأم عبدالله يا أبو عبدالله أنت طيب ليش يعني ما تستثمر هاي الهواية في مشروع تجاري مثلا ناظرها أبو عبدالله هيتش يفرج عليه يقولها أنت بعقلتش ولا ما أنت بعقلتش قالت لأ أبو عقلي بس عادي استثمر هاي الهواية بمشروع تجاري يا أخي فقالها يا أبو عبدالله أنا أنا وين وانتي وين أنا عادي مسويلي غرفة ثلاثة بثلاثة وحاط فيها كم طير أتفرج عليها وأتسلى فيها ومبسوط فينا أنا منين الفلوس هذه لحتى يعني التجارة هذه أنت تقولين تجارة وما تجارة هذه ودها مبالغ شبيرة يعني قالت يا أبو عبدالله لما احنا خسراني شي شوف شوف لك محمية شوف لك استراحات شوف لك أرض واستعجرها وسوي لك مشروع على نفس هذا الشيء القفص هذا اللي عندك ولكن على المكبر قالها يا بنت العلالة ما في ما في راس مال هاي الأمور ودهم ودهم فلوس شذيرة لأنه يعرف الأسعار هذه أسعار الطيور هذه أسعارها يعني غالية مو أبو بضع ريالات ومت ريال وألف ريال وألفين ريال بدها ألاف الريالات المهم ظل تتزن أم عبدالله على أبو عبدالله يا أبو عبدالله سوي لك مشروع يا أبو عبدالله لازم تستغل هاي الهواية وتسويها مشروع تجاري إلى أن طوعها أبو عبدالله وقالها طيب تعالي شلون إحنا يعني سوي مشروع تجاري قالت له أنت بس رد علي يا أبو عبدالله وما عليك من الباقي يوم العطلة قاله وين في محميات قال لها هي قالت له وين في محميات بالرياض القصة في الرياض هو يعرف المحميات هذه وكان دائم يروح على هاي المحميات بس ما يعرف شنو يعني هل المحميات هذه اللي هي خلينا نقول معرض للطيور حل المحميات هذه يدر فلوس ولا يعني أبو تمشى يتحال يعني فما يعرف هذا الأمر وكان دائما هو يتردد على هذه المحميات وكان يروح يشتري بعض الطيور منها بس ما عنده خلفية نهائيا عنها كتجارة فقالها في محمية بالمكان الفلاني في بالقصيم في كذا في المحافظة الثانية عرف هن هو هذول المحميات المعارض معارض الطيور يوم العطلة ويركبون قالت له أن نروح على المحمية اللي تقول عنها راحوا على أول محمية وقالت له يا أبو عبد الله تمسك جوالك وتصور المحمية هذا الجنب هذا اللي أنت ماشي فيه وأنا أصور بجوالي الجنب الثاني وفعلا راحوا على المحمية هذه طبعا الدخول على المحميات هاي والمعارض بفلوس ما تدخل ببلاش تدخلك يعني تدفع لك خمسين ريال ولا ميت ريال حتى تدخل وفعلا صوروا أول محمية هذه ورجعوا على البيت وأم عبد الله مسويتلها دفتر جايب دفتر وقلم وأول ما يعني يوصلون ويرتاحون شوي تبلش أم عبد الله اتراجع الفيديوهات اللي صورتها هي وأبو عبد الله وتشوف شنو هو الشي اللي المفروض يكون وشنو الشي اللي ماه لازم مسوينه بهاي الاستراحة يعني تسجل السلبي والإيجابي العطلة الثانية أسبوع الثاني روحون على المحمية الثانية لأنه مو كل يوم يقدرون يروحون على المحميات هاي في دوام ودوام راحوا الأسبوع الثاني على المحمية ثانية كمان نفس الشي هي تصور من جنب وهو يصور من جنب الأسبوع الثالث كمان نفس الشي هيش لحتى افتروا أو ابرموا على كل المحميات اللي يقدرون يوصلوا لها وفي محيط المنطقة وقوم عبدالله كانت دائما لما ترجع من هذا المشوار بالتحديد تحاول تفرغ حالها بشكل كامل وتكتب الملاحظات كلياتها اللي شافتها من إيجابي ومن سلبي إلى حد ما هذا الدفتر تعبى من الملاحظات وعندهم فيديوهات موجودة في جوالاتهم فالعملية هذه اللي كانوا يسونها هم يعني مثل أنت كأنك قاعد بتاخذ فكرة هذه المعارض ولكن بطريقة دبلوماسية بدل ما أنت تروح تجرب بنفسك وعلى هاي ضبطت وهاي ما ضبطت وهاي زينة وهاي ما زينة لا أنت تروح تشوف على عرض الواقع لما تشوف شغلة المفروض أنت كزائر يعني ما عجبتك تسجلها وتشوف شغلة كويسة زينة مسويها صاحب هذا المعرض هاي المحمية كمان تسجلها مشان إنها تتسجل في الأمور الإيجابية المهم لما خلصوا من الفتل على الاستراحات هذه وعلى المحميات قالت له الآن يا أبو عبد الله ودنا ندور لنا قطعة أرض شنو نسوي بقطعة الأرض يا أبو عبد الله قالت له قطعة الأرض ونستعجرها هذه مشان نسوي فيها محمية يا أبو عبد الله يا أبنت الحلال الأرض ودها فلوس ودها كذا والمحمية ودها غرف ودها ما بعرف إيش ودها يا أمي أنا ما عندي هالقدرة هذه بدها مئات عشرات الألاف ودها هذه قالت له ما عليك يا أبو عبد الله أنت بس طيعني وما عليك طبعا أبو عبد الله مأمن وحاط إيديه وإجريم مي باردة وموافق أم عبد الله على كل أفكارها السبب أنه أم عبد الله هي من يعني النساء المعدودات على الأصابع أو اللي نعدنا على الأصابع بسبب رجاحت عقلها وتدبيرها للمنزل وما كان عنده شك نهائيا أنه ممكن أنه يكون هذا هراء وبنفس الوقت كان أبو عبد الله يعني يسايرها في بعض الروحات يعني يقول يعني شنو بدنا نحصل من هالزيارات ومن هالتصوير بدأ أشوف تالية هالدفتر شنو هي يعني المهم راحوا شافو لهم قطعة أرض استراحة مثل ما تقولون مثل ما يقولون أخواننا في السعودية شافو لهم استراحة عليها سورة أو شبك وكانت هاي الاستراحة يعني أرخص من اللي حواليها لأنه ما في إلا سور عليها بس ما فيها لا غرف لا فيها بناء بالداخل ما فيها شي فصعب الأرض يقول يعني هذول شنو يسوون فيها مجانين يعني شنو يسوون بهاي الأرض اللي ما فيها شي المهم لما عجبتهم الاستراحة هذه والتفقه هما والرجل على مبلغ مبدئي يعني يعني السعر كم لما أخذوا رؤوس أقلام من هذا الرجل ورجعوا على البيت قال هيا معبد الله طيب احنا رح شفنا شفنا أرض وفلوس ما في وتروح ومعبد الله على أحد إخوانها وهذا الأخ الله معطيه خير من عنده وعرضت عليه هذا المشروع وقالت له إحنا صارنا فترة نخطط لهذا المشروع ورسمنا لهذا المشروع وزرنا المحميات وزرنا المعارض وزرنا وزرنا وسجلنا كل شي المهم بعد يعني ما شرحت له كل الأفكار اقتنع أخوها بهذا المشروع وطلبت منه صلفة ما يقارب خلينا نقول مئة ألف ريال وقالت له إن شاء الله نسدك ياهن قالها ما عليش جابت للفلوس وجأت لعند أبو عبد الله قالت له يا أبو عبد الله أنا تسلفت من أخوي وبس إزا الله سبحانه وتعالى كتابنا النجاح رد له ياهن قالها يا بنت الحلال لا يروح المشروع ما ينجح في مغامر الموضوع في كذا قالت له ما عليك أنت يا أبو عبد الله وفعلا يروحون على صاحب الاستراحة هذه اللي شارهم كلمينوا عليها قبل بيومين ويستأجرونها ويكتبون عقد مو شهر وشهرين وسنة كتبوا عقد عشر سنوات مشان ما يعني بكرة بعد كم يوم وأنه نطلعهم لا يكتبوا عقد عشر سنوات وبدأوا يجهزون بهاي الاستراحة يبنون قفاص يجيبون يعني عمروا بعض الغرف عمروا زبطوا بعض الأمور الشغلة اللي تحتاج الدهان الأمور هيش لحد ما جهزوا الوضع اللي أنه الآن يقدر يجيب الطيور هذه هنا خلصوا الفلوس اللي تسلفتها أم عبد الله من أخوها هاي أم عبد الله والحل خلصنا الفلوس اللي جيبناها قالت له ما عليك وترد تروع لأخوها مرة ثانية قالت له خلصنا الفلوس يا أخوي ومحتاجين مبلغ ثاني قال هاتي بشريت وتجيب نفس المبلغ وتجي لعند أبو عبد الله وقالت له يا أبو عبد الله الآن فرجيني إبداعاتك وفرجيني مهاراتك في الطيور وتنقيت الطيور وتجيب الطيور الحلوة وهالزينة وخلينا نبلش نحطها في هاي المحمية أين أبو عبد الله خذ الفلوس وبلش يشتري أنواع الطيور اللي هي المفروض تكون لازمة والمفروض تكون موجودة في هاي المحمية ويوم ورا يوم واسبوع ورا أسبوع إلى حد ما مر تقريبا ثلاث إلى أربع شهور وهو أبو عبد الله يجهز ويوم يروح على الاستراحة الفلانية المعرض الفلاني هذا المحمية يروح يجيب منها يوم يروح على القصيم يوم يروح في الرياض يوم يوم المهم إلى أن مرت الفترة هذه وجهزت الأمور على أربع وعشرين بعد تقريبا أربع شهور وصارت المزرعة أو المحمية هذه جاهزة لاستقبال الزوار سووا لها إعلانات يعني الأفتات اللي هي يفتات هذه يحطونها في الشوارع وأعلنوا عن يعني مثل ما تقول دخول مجاني لمدة ثلاثة أيام مع المشروبات والساندويتش مفتوح مجانا لمدة ثلاث أيام وفعلا لما افتتحوا هاي المحمية بلشت الناس تجي الدخول مجاني وودهم يشوفون هالمزرعة هذه هالمحمية يشوفون شنو فيها الطيور هذه أو المناظر هذه يعني فيه كثير ناس ترغب انها تشوفها وتجي تزورها ومر اليوم الأول ومر اليوم الثاني ومر اليوم الثالث والأمور من أحسن ما يكون الزوار يوم عن يوم تزيد وطبعا الدخول مجاني والقهوة مجانية والساندويتش مجاني والعصائر مجانية وبدأ اليوم الرابع واليوم الخامس واليوم السادس وصارت الزوار والزباين تجي في الأيام بعد ما خلصت الأيام المجانية هذه صارت تجي أكثر من لما كانت مجانية وبدأ وبدأوا يلاحظون أنه والله فيه دخل كويس في هاي المحمية ويوم عن يوم وشهر عن شهر ويقول الكريم خذ يا أبو عبد الله أبو عبد الله ما شاء الله تبارك الله شوفه الأرزاق سبحان الله المهم أبو عبد الله من وراء الهواية أصبح يشتغل يعني في العمل اللي يحبه الهواية هذه كان يعشقها عشق كان يعشق العصافير يعشق الطيور هذه واشتغل فيها ولكن الأمر كله يرجع إلى الزوجة الصالحة المدبرة طبعا رزقة الرجل في الدنيا هي الزوجة الصالحة إذا صلحت الزوجة صلح كل شيء في الحياة وأولادك يطلعون مربين صح تعيش حياتك هني تعيش حياتك مرتاح حتى لو علب صلو خبزة وهذه أم عبد الله يرجع ويعود الفضل لله ثم لها بفضل فكرتها واقتناعها بمهارة زوجها واقتناعها أنه ممكن الله سبحانه وتعالى يفتح لهم باب رزق من وراء الطيور هذه اللي قاعد يتفرج عليها أبو عبد الله كل نهار بدون فائدة أو يصرف عليها بس يعني فلما طرحت علي الفكرة انبسط جدا لما شافه وحققه هذا النجاح الشبير سبحان الله فتحية لكل زوجة صالحة ومدبرة لمنزلها ودائر بالها على أبنائها وعلى زوجها وتصبر على زوجها في الحلوة والمرة وكانت هذه نهاية القصة الثانية أما القصة الثالثة لشاب اسمه عبد الله عبد الله هذا من عائلة فقيرة طالب جامعة يدرس في الجامعة وعنده مجموعة من الأصدقاء تخبرون أنتم في الجامعة يكون في الشخص يعني عنده عدة أصدقاء ولكن دائما عند كل وعد منه أو من يعني أي شخص كان يكون في صديق مقرب زيادة أكثر من الباقي عبد الله هذا عنده صديق اسمه خالد شاب نعوم كمان محترم وخلوق يقول عبد الله درسنا في الجامعة وتخرجنا ولكن معدلي أنا كان ضعيف ضعيف جدا لدرجة أنه يعني ما نقبلت في أي أي وظيفة قدمت على وظائف وقدمت على كذا ما حالفني الحظ يقول وراحت الأيام وجدت الأيام وفي يوم طرع على بالي خالد قلت والله ودي أدق عليه وأطمن عليه واشتاقيت له يعني ودي أشوفه صديق الجامعة يقول والله فعلا ندقيت عليه السلام عليكم كيف الحال أخبارك طمننا عنك وين أيامك وين كذا قال والله الحمد لله بخير ونعمة قال والله أني مشتاق لك يا خالد ودي أشوفك يا حي الله يا أهلا وسهلا الله محييك ما في مشكلة تحب تجينا المزرعة ويقول هذا عبد الله يقول يعني هذا الولد سن معي ولد نعم يعني نعم وكذا مو شغل زراعة ومازم مزرعة وكذا قال لي والله وين مزرعتكم قال وصف لي المزرعة بالمكان الفلاني بالمنطقة الفلانية كذا يقول كأني عرفت المكان يعني قالوا تجينا اليوم ولا باشر قال الله بالله باشر ما اليوم ما أقدر أجيك باشر إن شاء الله أجيك وفعلا يقول عبد الله ثاني يوم دق سلف بهالددسون عبد الله عنده ددسون من القديمات يعني هو مثل ما قلنا احنا من عائلة فقيرة ويعني بسيطة أقول والله ودق سلف وأروح المكان يبعد تقريبا حوالي خمسة أربعين كيلومتر عن مكان إقامتي يقول والله واروح على المكان اللي وصف ليه يقول أشوف بهالمزارع يعني ما ندليت المزرعة بشكل مزبوط بس دقيت عليه قلت ها وين قال والله قال أنت وين فيه يعني وين المكان اللي أنت فيه بالضبط قال والله أنا واقف مقبيل سورا طويل ورفيع ومزرعة شبيرة قال هي هاي مزرعتنا قال والله أنا قلت هنا يعني بيني وبين حالي قلت ياريت أني ماني جاي قلت هالجماعة هذول يعني شلون يعني لأنه فقير وقال لك هذول الجماعة معناته هذا ابن عز طبعا فتكم بالسالفة عبدالله لما كان بالجامعة الصداقة هذه بس داخل الجامعة يقول عبدالله يعني يعني بحياتي أنا ما شفت عبدالله برات الجامعة خارج الجامعة ولا أني حتى سيارته ما أعرفها بس كانت الصداقة داخل الجامعة بس يعني ما أعرف شون وضعهم المادي أمورهم كذلك ما أدري عنهم بنوب يقول فلما قال لي هاي مزرعتنا اتفاجأت أنا وقلت والله خلنا عاود يعني أرجع طبعا عبدالله تفاجأ ب يعني وضع خالد ويقول أنا ما أدري عنه يعني شنو وضعه المادي شنو الأمور المادية ما كنت أشوفه خارج الجامعة نهائيا وكانت صداقة بس داخل الجامعة ولكن اتفاجأت بما شاء الله المزرعة هذه ولساتني برسور يعني على هو مهم بين المزرعة ما شاء الله عليها عبدالله شيء ما شاء الله عجيب وغريب وأنا أجر قدام وأجر ورا يقول على هات جيت السعودة يقول والله أشوف السيارات ما شاء الله سيارات موديل سنتها جيبات منها الجيبات الحديثة وأنا ددسني يا الله ماشي ددسن قديم ويقول صفيت ددسن على جنب ما قربت ويم سياراتهم يقول والله ونزلت ويا حي الله ويا أهلا وسهلا ويقول أشوف حالي إش ماخد قولي على الكتب قراء ويقول أهذا أجلكم الله يقول هذا يفوت بالأسبوع تشبير واحد منها المقضوش ويقول يعني الوضع يقول خزلت يعني ويا حي الله ويا مسهلا ويا أهلا وسهلا تفضل يا حي الله عبدالله والله وسلم على خالد ويدخلني لما جيت على هالديوان فتت من بابها المجلس وقل المجلس ما شاء الله اللي تشوف أوله ويا الله تشوف آخره يقول تعبت وانا مشي لحد ما وصلت لعند أبوه الخالد بنصها المجلس ويا حي الله ويا مسهلا ويا أهلا وسهلا وجابوها القهوة وهالشاهي وقعدنا وسالفة منهين وسالفة كذا يقول الشايب حلبني حلب تعرفون الشياب هذول الشايب هذا يحبه يريد يعرف ابنه منه مصادق يعني خوي ولده صار يسأل يقول ما خل سؤال اللي ما سألني على تعرف فلان وتعرف الفلان وتعرف الفلان ومنين أصولكم ومنين جيته وشنو تشتغل وشنو دراستك وشنو تخرجت وشنو كذا يقول الشايب ما خل سؤال اللي ما سألني ما لكم بالطويل يقول سوالف منهين وكذا وقهوة وشاي وخالد هذا يروح ويجي والشايب لما نقام لما نقوم الشايب يطلع طلع برا المجلس قلت بس ما يروح يشوف يشوف الددسون سيارتي يقول والشايب كان مدقق أكثر شي انو شنو تشتغل يا عبدالله انتو قلت له والله قدمت أكثر من مرة على وظائف وأنا مقدم على وظيفة الآن بس لحد الآن ما حلفني الحظ أو من زين على ماتي يقول ما حد أقبلني لا بوظيفة ولا بشي فيقول ليش ما تشتغل بتجارة ليش ما تشتغل بكذا يقول والله أنا يعني دائم لزم على ولدي وش ودك بالوظائف وش ودك بالقصص هذه يا عمي بيشتغل بتجارة يقول يقول وحنا قاعدين الشايب طلع أكثر من مرة وشايف الددسون الددسون اللي راكبه السيارته يقول قال له والله أنا لما شفت الددسون هذا قلت أنك تاجر غنم فهذا يقول يقول أنا ردت أشق ثوبي وغطي راسي وردت الأرض تنشق وتبلعني قال الله والله يا عم هذا حق البيت نحمل فيه استوانات وكذا قلت يلا ما شيه يا ولاد قال أنت شنو تشتغل يعني الشايب كان مدقق أكثر شي أنه شنو اشتغلت بعد ما تخرجت شنو سويت شنو كذا قال والله يا حج أنا قدمت أكثر مرة على وظيفة ومقدم الآن على وظائف ولكن يعني ما قدرت أني أحصل أي وظيفة فشايب يقول عبد الله يقول له يا أخي أنت وشتكم بالوظائف هاي ليش ما ما تشتغلون شغل خاص يعني وشياب هذول دايما يقول لك الوظائف يعني يا الله أنا تغنيك عن الفقر وتسد حاجتك عن الجوع يعني أكثر من هيش ما فيه فما عندهم يعني ما يحبون الوظائف دايما الحد الآن الشياب يقول لك ما نحب الوظيفة يحبون التجارة يحبون الشغل خاص يحبون الشخص الكادح اللي يشتغل يقول ما لكم بالطويلة لما جيت ودي ودي أروح صارت المغرب ويقول والله ما تروح لازم تعشي هنا لا والله ودي أروح وكذا قال ما خلوني ولزموا علي وأنا جزت لهم وهم جازوا لي صراحة يعني والشاي بيستحبل لي يقول والله وقعدنا وحطوا هالعشة وتعشينا وسهرنا وسمرنا وأحاديث وكذا قال يوم قمت ودي أروح قلت من باب الأدب أني أعزم عليهم يعني أعزمهم لعندي قال والله وعزمت عليهم قال لا ودك تعذرنا وكذا قال لا موح لهم ولزمت عليهم وأنا أقول بقلبي إن شاء الله ما يقبلون لأن وضع عبد الله وضع يعني لا يحسد عليه والموقف هذا اللي نحط فيه وهو ما يدري وضعهم يعني شنو هذا لو يدري في وضعهم هذا ما أجاهم يقول والله قال الشايب ما زالك يا عبد الله ملزم تعشينا في مكاننا لا ما يصير وكذا تجوني محلي قال لا بالله تجيب عشاءك وتعشينا في مكاننا أبدا كأننا رايحين عندك محلك يقول والله وركب وأقول الله يقول أنا بيني وبين حالي أسولف أقول والله خلاص هالرقم هذا رقم أخوي هذا الصديقي ودي أمسحه وهالعلاقة هاي يكون كليات ودي أقطعها جماعة هم وين وأنا وين يقول بس بالول خليني يعني أقضي العزومة هذه يوم يومين وخلاص العلاقة هذه ما أود إياها تطور يعني خلاص ودي أنهيها يعني يقول والله ما لكم بالطويلة رحت يوم وثاني يوم وأروح اشتريلي يقول هذاك الواحد روح تيس وأجيب لبن وأجيب سفن وقهوتي معاي والله واجيهم مروح وياح يلا ومسهلة أو نقعد هذاك اليوم ونعش ونسهر ونسمر والشايب يقول يعني ليش ما تشتغل بتجارة ليش ما تشتغل يعني ما في شغلة انك تتاجر فيها ولا شي بدون راس مال يقول لا لا دور يرد الشايب يقول أرجع دور يقول الشايب يقلق راحتي ولكن مستحبل يقول لا لا دور دورك على شغلة دورك على كذا دور إلا ما تلاقي المهم ما لكم بالطويلة يقول سهرنا هذاك اليوم وقمت طبعا القصة صايرة في المملكة العربية السعودية يقول هذاك اليوم قمت بعد 11 عشينا وسهرنا وسمرنا وقمت شلت صحني وقلت بدي أرجع للمطبخ اللي جايب منه لأنه لأنه ما أخذ راهنية عليه راهنه ب20 ريال وأنا وأنا بحاجتها وودي بس أخلص من هال هالورطة اللي تورطتها وقل والله طلعت من عندهم ولكن ظل كلامها الشايب ببالي أنه يقول يعني بحث لك عن شيء بحث لك عن تجارة يعني من لا شيء ممكن تسوي شيء يقول بس يعني أنا أظر حوالي أشوف حوالي ما ما في يعني يعني بيش وده تاجر أنا ما في شيء أتاجر فيه يقول بس كلام الشايب مو غايب عن بالي يقول والله بعد شم يوم وتجيني واحدة من خواتي عمرت لها بيت جديد واني يقول يا عبد الله طبعا يقول خواتي أوصل هنهين وأخذه هنهين وما يبخل علي يعرف وضع المادي هاي متريال وهي تعبي بنزين وهي كذا جزا الله خير هذا يوم يقول جتني أحد خواتي وتقول يا عبد الله والله أريد أشتري لي كم شجرة زينة والآن هم عمرها البيت الجديد ودهت زين حوالي بشجر قال أريدك تأخذني هذول جماعة المشاتل اللي يبوعون هشجر الزينة ودي أشتري لي كم شجرة أقول والله والفعل ونركب أنا واختي وأخذها وصير نفتر على هالمشاتل قال وجينا على مشتل وعجبها الشجر الدوم أو الناس اللي تسميه النخل الأمريكي اللي هو هذا الشجر مثل النخل ينزرع في الحدائق وفي منتصف الطرق في المدن معروف أعتقد هذا الشجر كثير منه شايفه يعني المهم يقول والله جت عينها على واحدة من هالشجر كم هذي أخوي والله يقول طبعا القصة قديمة شوي يقول والله هذي بسبعمية بسبعمية يقول أنا نظر هشجر هاي بسبعمية يعني شنو فيه السبعمية يقول والله فتلنا على أكتر ولمش تلقلنا بلك نحصل بسعر أقل يقول وفعلا حصلنا بسعر أقل بشي بسيط يعني فيقول يعني أنا يعني واحد فقير وكذا أشوف واحد يدفع يعني على شي بسيط على شجر الزين على شجر الدوم هذا النخل الأمريكي 700 ريال يقول يعني مستغرب أنا مستهجن هالأمور هذا وقلت يعني شلون شلون هذا الأمور يقول عبد الله وأنا ضايق صدري يعني منها القصة أنه هذا ممكن ينصب علينا ممكن كذا فيقول ولو بالفعل أخته أشترت كم شجر وخذيناها وثاني يوم جبت أعمال ووقفوهن والأمور تمام يقول ثاني يوم وارجع على صاحب المشتغل العام اللي يشتغل فيه قيل ودي كم شجرة ودي شجرة يعني بس يكون صغير ودي أملى الحوش عنا ودي أزرع ولما يكبر أبيعها بستمائة بسبعم مئة يقول والله يفرجيني شجرة صغير يعني نفس شجرة هذا شجرة الدوم بس شجرة صغير يعني على 100 ريال يقول شجرة يقول أنا بس أريد البذار البذر تبع الشجر هذا قالوا يا أخوك البذر موجود في الحدائق موجود دور لك شجر شبير به الحدائق وتلاقي تحت الشجر هذا ما في داعي للمتين ريال قال لا بالله مزالك هذا تستحق المتين ريال يقوم يعطي متين ريال ويقوم هذا عبد الله يركب هالددسون ويروح على هالدائق يفر يفتل لحد ما لقى شجرة شبيرة وتحت منه من هذا البذر ويقعد يلم من هذا البذر ويقول كأنه لقيله جرد ذهب عبد الله ولو يقول بعد ما لميت من هالبذر هذا يعني كمية لا بأس بها ووجي على أجي أشتري من هذن الفازات العلب يعني اللي يزرعون فيها ووجي وعبي طراب أشوف ما طلع هذا البذر ما طلع ما في ما نبت شي يقول ولو وقوم أبحث هين وهين وأبحث عن نت وكذا يعني شلون طريقة زراعة هذا ولا يقول لازم أنه يتنقع هذا بمي تشم من يوم وبعدين ينزرع وكذا يقول بالفعل يرد عبد الله يجدد الفزع من أول وجديد يروح يدور بذر جديد ويزرع من أول وجديد ونقع البذار هذا وزرع يقبل أسبوع زمان عشر ايام كمان والله طلع هذا أشجر وصار ينبت ويا ما حلا ويقول رحت جبت هاي بربيش تبعيت التنقيط وصر تسقيه وقعدت أحسب وكذا وبكرة أصير المهم ما لكم بالطويلة عبد الله هين صار يحسب أنه قعد يدفع حق الفازات هذي يزرع فيها ويقول أنا قمت يعني ودي أشوف يعني هذي يعني شجر هذا كم وده من الوقت يعني شهر شهر ثلاث أربعة خمسة ستة لحتى يعني أقدر أبيع ب ستمية سبعمائة ريال يقول وقوم أروح لي على واحد تاجر جملة إن واحد يبيع بالجملة من هذا الشجر يقول ولو أشوف إن هذا الرجال زارع الشجر هذا في أسطول أدهان أسطول البوية يقول والله يا كثر أسطول البوية هذي محذفة بكل مكان ويا كثر العماير وكثر البيوت اللي طالع جديد وكذا فشثير منها هذي أسطول أدهان يقول ولو صرت بهال ددسن وين ما ألاقي عمارة تعمر جديد وين كذا واجيب من هال هالبربيش هاي تبعيتها التنقيط وأسقي يقوم تحسب والأمور زاين ومن أحسن ما يكون يقول ويمر شهرين شهرين وشوي ويقوم يدق عليه خويه خالد دق عليه خالد وقال له الشاي بيبي يكلمك الوالد قال هاتو السلام عليكم يا حي الله عبد الله أخبارك وعلومك قال الحمد لله قال يا عبد الله ترى خالد عزمك وانت عزمت علينا وانا يودع عزمك العزيمة حقي عزيمتي أنا وهي لابد وغنى عنها يا حجي والله يعني ما أقدر وكذا قال لا بلأ لا تجي يقول والله وقوم وروح لهناك لعندهم ولكن يقول بالطريق وأنا رايح وهو هذا يلم أسطول الدهان وأسطول البوية يقول كل ما يعني بهالطريق وأنا ماشي كل ما أشوف سطول البوية على جنب هالطريق أو حد عمارة أضرب بريك فرام يقول كان يشايف جني يقول لما وصلت لعندهم الحوض الحوض البكة من ورا مبين فيه التنك هذا يقول ولا صفيت هالتدسن على جنب ونزلت ودخلنا وقعدنا والشاي يقول هاي عبد الله وين معد بيينت معد شفناك معد اسمعنا صوتك المهم ما لكم بالطويلة يقول الشاي بطلع برا ورجع دخل يقول هاي عبد الله تعمر تعمر بيت ولا كذا اللي أنه شاف أسطول الدهان بالددسن قال لا والله يا حجي لا والله ما عمر بس أنا خذيت بكلامك اللي قلت لي ياه اللي قلت لي عليه هذك اليوم تجارة ما تجارة وكذا وسو من لا شيء قال هاي بشر شنو مسوي شنو مشتغل قال والله قال والقصة اللي هي قصة شجرة الدوم هذا وروحت جبت بذر ونقاعت وسويت وبحث عن نت وكذا انبسط الشايب مني وفتحت وفتح ذانه وقام يحتي على ولده خالد اللي هو خويه خالد يقول يا ولد انت فتحت علينا باب مسكر وانبسط الشايب مني كثير يقول بس انت كان مضيق على هلك يعني هناك يقول والله البيت كان وصار مشتغل بس عاد اللي واحد في البداية وشو يضيق ويحمل يقول بعد باشرة الصبح قال ها خاف اني نام خاف قال اقول لك تجيني باشرة الصبح ضروري يقول والله واركب واروح رحت على بيتنا وبس اريد الصبح يجي وقلت خاف اني نام خاف ما انام يقول جه صبح واركب واجي جيت لعنده والله طبعا عبدالله يقول يعني عند العائلة هذه رغم الحلال اللي عندهم ولقيت الشايب هذا يشتغل هو العمال واقف مع العمال ونفطر انا وياه العمال ما عنده كبر نهائيا ما في تكبر رغم النعم اللي هو فيها ما في تكبر ابدا اقول ولو نفطر احنا وياه العمال وشوي بس خلصنا يقول قوم خل نمشي قوم ونمشينا شوي والشايب يقول عبدالله شايب قطعة الارض طبعا الكلام داخل المزرعة قطعة الارض هذي لك يا عبدالله لك يعني تستخدمها لزراعة تزرع فيها اللي يودك وهذا رقم حارس المزرعة اللي على الباب ايه متما حبيت تجي بليل بنهار باي وقت تجي تدق علي يفتح لك الباب واشتغل وازرع هنا وانا اعمل لك المي وامل لك التربة والكهربة اذا ودك وفرجين ابداعك قال طيب يا حجي قال انا لما كنت ازرع بالبيت يقول لو عندي مزرعة وكذا اني غير ابدع قال طيب يا حجي يعني قديش ودك نسب قال ما ودي لنسب ولا شي بس ودي ياك تبدع فرجين ابداعك يا ولد يقول والله واركب واروح هنا مبسطت جدا انو افتح المجال والله ونجيب يقول صرت اجيب من هل اصطول الدهان هذي اصطول البوية والتربة الان موجودة والشاي بمأمن للمي ويقول فوق هيتش مأمن معاي عامل معطيني عامل يساعدني يقول انا شغلتي اجيب اصطول الدهان وعبي تراب ونزرع ونسقي وتزين الامور ونشتغل والامور من احسن ما يكون يقول الشجرة اللي عندي بالبيت صار هنا حوالي ستة شهور تقريبا القصة صار لها يقول يعني الشجرة المثل اللي عندي لما اروح على المشتد يطلبون فيه 100 ريال يقول والله ويتصل بي يعني صورت الشجرة هذا صورته أنا ونزلته في موقع حراج وبعد كم يوم ويجيني واحد تاجر يقول أنا ودي أشيل هذا الشجرة اللي عنده كليات وعلى ب70 ريال يقول والله ما كيفت قلت شيل والله ويشيل هذا وصرنا احنا يوم عن يوم نزود الشغل عند مزرعة الشايب والامور ماشي من احسن ما يكون يعني صارت كميات السطول هذه هذه السطول الدهان والشجرة اللي نزرع والبدور هذي يقول أنا طبعا ووسعنا العمال صاروا يساعدون يعني بالزراعة والتعبية والسقاية وكذا والامور هذي كلياتها ويقول عبدالله صارت كل شهر عندي دفع يعني دفع أبيعها وأركب دفع جديدة ويقول صار كمان طبعا عبدالله أتبع سياسة التسويق كل فترة يصور الأشجار هاي اللي عنده ويعرضها بالمواقع الإلكترونية وموقع حراج وبعض المواقع الأخرى ويقول صارت الناس تجي ويشوفون الشجر عندي وفي ناس صارت تدفع رعبون يقول يعني بعد فترة يعني يودي الكمية هذه والأمور صارت تزين وتزين ويقول حتى صرنا نشتغل بشجرة التين وماتين يعني يجيبون بشجرة التين هذه بعض الأغصان ويربطوها بكيس بكيس ولحتى يصير فيها تضرب شرش بقلب الكيس هذا اللي مليان تراب ونقصه يقول بعد فترة يعني يقول أبو شهر شهر ونص وصرنا بها على أبو خمسين وستين ريال والأمور زانت ومن أحسن ما يكون وراحت الأيام وجدت الأيام خلال سنة يقول عبدالله صار دخله الدخل في نهاية السنة صار مليون مليون ريال من لا شيء إلى مليون ريال يقول هنا جيت على الشايب لما زانت الأمور وقلت له يا حجي الآن بدنا نشتغل شغل شبير يعني ولازم الآن يكون فيه تجارة ونسبة قال أنا قلت له النص بالنص أنت عليك الأرض والتراب والمي والكهرب وأنا علي الشغل والعمال هذول رواتبهم علي لأنه الآن صار فيه تعب وصار فيه شغل ولازم يكون فيه كمية كبيرة من العمال قصص النجاح دائما نسمع فيها بس ما نسمع بالتفاصيل المملة هذه إن شلون الشخص صار وكثير من الناس يعني لما نحن لما نمشي بالشارع نشوف المحلات نشوف العمايرة نشوف المولاات نشوف التجارة هذه كلها قصص نجاح ولكن من النادر الأشخاص اللي يسولفونك عن قصة نجاحهم وكانت هذه نهاية القصة في نهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه